بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل علمنا وأعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الإيماني الذي نتحدث فيه عن أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلا ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجه الكريم وفي هذه الليلة نتحدث عن اسم جليل له شأنه وله عظيم قدره وكل أسماء الله تعالى الحسنى كما قلنا هي أسماء عظيمة وصفات جليلة وفي هذه الليلة ينبغي أن يقف عندها العبد وقفة المتأدب الخاشع الذي يرى الكمال كله لله سبحانه وتعالى فيعظمه ويعبده وبذلك تكون الأسماء نافعة وحديثنا عنها يعني من الأسباب التي توصلنا إلى مرضات الله عز وجل ورضوانه وطاعته لا مجرد معلومات نكررها أو نحفظها أو نرددها وإنما نعيش ونتخلق بها ونعيش في ضوئها وفي سناها حتى لا نضل ولا نزيغ أبدا وكما نعلم أيها الأحبة فإن التاريخ لم يذكر لنا رجلا أشد عطوا واستكبارا في الأرض بغير الحق كفرعون فقد اجتمع فيه الكفر والجحود والظلم والفساد والاستعلاء في الأرض بغير الحق والدعاء الألوهية وقد أكثر القرآن الكريم جدا من الحديث عنه وعن جنوده الذين كانوا أداته وشركاءه في إيقاع هذا الظلم بالناس والبطش بهم فهو نموذج يمكن أن يتكرر عبر الزمان في صور مختلفة وهذا المشهد الذي نقدمه بين يدي الحديث عن اسم الله تعالى المتعالي قد يجسد هذا المعنى بوضوح وحسبك من شخص وصفه رب العزة بقوله تعالى وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين أي أنه عات في الأرض متجبر ومتجاوز للحد وذلك بالدعائه الربوبية والألوهية فقد اجتمع فرعون بجنوده ومستشاريه وشاورهم في الطريقة الأمثل للتخلص من موسى عليه السلام بعد أن عجزوا عن الرد على حججه وبراهينه الدامغة خشية أن يفتتن به الناس ويدخلوا في دين الله ولأن قلوب البشر بيد الله سبحانه وتعالى وحده وما يعلم جنود ربك إلا هو فقد قام رجل مؤمن من آل فرعون كان يخفي إيمانه وهنا يظهر يعني معدن الإنسان في وقت الشدائد يعني لا عذر لأحد أن يظل ساكتا أو صامتا إذا وجد أن دين الله يهان أو يضيع أو يعني يتبع أي أسلوب ملتون ويحاول أن يجمل الباطل بأي فعل من الأفعال هذا الرجل كان يكتم إيمانه لكن عندما وجد الأمر يعني فيه جدية وفيه مؤامرة على نبي الله موسى عندئذ قام وأخذ يعني ينصح فرعون وجنوده وكان له مكانة تحميه من هؤلاء أو حتى إن لم تكن هناك مكانة فلم يخشى يعني ما سيفعله هذا الحاكم الظالم فراح ينصحه وينهاه عن التعرض بسوء لنبي الله موسى عليه السلام لأن الأنبياء هم قبس من النور هم هداية السماء لأهل الأرض وعندما يؤذون أو عندما يتعرض أحد لهم سواء في حياتهم بالأذى كما حدث لأنبياء في بني إسرائيل أو لسيرته والإساءة إليه فعندئذ يحل البطش والعذاب والعقاب بالبشر لذلك يجب أن يقف الناس عند حدودهم وعندما يعتدى أو يساء إلى أي نبي من الأنبياء لا يسكت المؤمن بل عليه أن يقف بالمرصاد لكل متطاول على الأنبياء عليهم السلام وكانت الكلمات تخرج من هذا الرجل صادقة دون تردد أو خوف خلاص هو كسر هذه العقدة ولم يعد هناك سبيل للتردد أو للتقية أو للتراجع كما كانت حجته ناصعة تجبر أي عاقل على سماعه الإنسان عندما يكون صادقا وعندما يكون متصلا بربه يخرج الكلام من قلبه ويصل إلى قلوب الآخرين وقد قص القرآن قصة هذا الرجل المؤمن في سورة غافر منها هذه الآيات يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وخشي فرعون لأنه شاف المنطق الذي يتكلم به هذا الرجل خشي أن يفتتن جنوده بهذه الكلمات الصادقة النابعة من القلب فصاح في وزيره وأمين سره هامان ساعت الناس بتنيم الحاجة كده بطلبات عجيبة كأنه بيطلب يعني في الحجاج عندما يجد أن حجة خصمه تفوق ما يقوله فعندئذ يعني يأتي بمثل هذه الخرافات وهذه الطرهات لكي يصرف الناس مؤقتا ثم بعد ذلك ينسون لذلك يجب أن نتأمل القرآن والحوار وهذا العرض الذي نراه باستمرار بين الحق والباطل يقول تعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد هذا ردا على هذا الرجل فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين هذا نوع من الاستخفاف بل هو الاستخفاف بعينه واللعب بعقول الغوغاء من الناس حتى يظلوا في قبضته ولا يخرجوا عن سلطانه وكما تحدثنا الكتب أو بعض كتب التفاسير تقول إن هامان يعني سخر آلاف العمال يعني في عبث في وهم في محاولة لإسكات كل صوت عاقل سخر آلاف العمال والفعلة في تشييد هذا الصرح الشاهق فشيده صرحا هائلا عظيما وصف بأنه من أكبر الصروح التي شيدت على مر التاريخ وصعد فرعون أعلى هذا الصرح وحاول أن يخدع قومه فزعم أنه حاول أن يكلم إله موسى لكنه لم يجده كل هذا جهل من هذا الظالم الفاسد وأمثاله ممن يفكرون بهذه الطريقة الله لا يحد بمكان ولا زمان الله أجل من أن يعني يفكر فيه هذا المخلوق الضعيف وهذا العبد الضعيف بهذه الطريقة وأرسل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام فضرب هذا الصرح كما تقول كتب التفاسير بجناحه فقطعه ثلاث قطع سقطت إحداها على عسكر فرعون فقتلت منهم عددا كبيرا حتى يكون يعني شاهدا يعني على فساد هؤلاء ولعل من بقي منهم أن يتأمل لكن الطغاء والظالمين أبدا لا يتغيرون وسقطت قطعة في البحر وقطعة في الغرب وهلك كل من عمل في هذا الصرح كما تقول الروايات إن الله سبحانه وتعالى أمهل فرعون كثيرا وأرسل له الرسل والآيات المؤيدة التي تثبت له ولقومه أن الله وحده هو الخالق الذي استحق وحده أن يتصف بكل صفات الجلال والكمال ولكنه أعرض عنها واستكبر فكان مصيره الغرق فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي جزاء ما قاله والدعائه للربوبية والدعائه أيضا للألوهية وبعد أن أغرقه الله تعالى أخرج جثته إلى الشاطئ لكي يعتبر به الناس فكان عبرة وآية لمن جاء بعده وقد حدث له ذلك بعد أو بسبب كفره واستكباره واستعلائه في الأرض بغير الحق وبعد أن أرسل الله سبحانه وتعالى له نبيه الكريم موسى عليه السلام وأخاه هارون فالعلي الأعلى المتعالي هو الله سبحانه وتعالى وحده وهو بالغ الرفعة وبالغ العلو والعظمة لا يصل إليه أحد فهو العظيم في ذاته المتعالي في صفاته وهو ذو المجد والرفعة لقد أمهل الله تعالى فرعون كثيرا وأرسل له الرسل والآيات المؤيدة التي تثبت له ولقومه ولكل إنسان له عقل أن الله وحده والخالق الذي يستحق أن يتصف بكل صفات الجلال والكمال ولكن فرعون وكل ظالم وكل إنسان عات متكبر متجبر لا يؤمن بذلك ويظل على تمرده فكان مصيره الغرق قال تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي جزاء ما قاله للناس من ادعائه للربوبية والألوهية وبعد أن أغرقه الله تعالى أخرج هذا الكلام يعني في كتب التفاسير وهي تفاصيل يعني ربما لا تكون مفيدة وربما تلقى الضوء على بعض المسائل يعني أو يعني يستنبط منها بعض الأمور لكن هي جاءت في بعض كتب التفاسير يقولون أن بعد أن أغرقه الله تعالى أخرج جثته إلى الشاطئ لكي يعتبر به الناس الناس اللي هم المتبقين اللي هم المؤمنين ويكون تثبيتا لهم فكان عبرة وآية لمن جاء بعده وقد حدث له ذلك بسبب كفره واستكباره واستعلائه في الأرض بغير الحق فإن العلي الأعلى المتعالي هو الله وحده لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يدعي لنفسه ما ليس فيه هو ادعى لنفسه أنه قال لهم ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى حاش لله ولذلك أخذه الله نكال الآخرة والأولى أما العلي المتعالي فهو الله وحده وهو بالغ الرفعة والعلو والعظمة لا يصل إليه أحد فهو العظيم في ذاته المتعالي في صفاته وهو ذو المجد والرفعة قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين قال آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون يعني منطق القرآن أنه يقص مثل هذه القصص لكي تكون عبرة ودرسا يستفيد منه الإنسان في حياته لا أن تكون مادة للثقافة أو للمعرفة أو اختبر معلوماتك أبدا وإنما لكي يرى قدرة الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى لا يغالبه أحد وأن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته لا يعجزه أحد في الأرض ولا في السماء وإنما هو يصبر وهو الصبور وهو الحليم وهو يمهل بعض الظالمين لكنه سبحانه وتعالى حين يأخذهم حين يأخذهم فإنه يأخذهم أخذ عزيز المقتدر يروى وهذا من العجائب أن فرعون لما انتهى إلى البحر وراء الأرض قد تحولت إلى يابسة قال لقومه وهو يعني يمارس الخداع ويستمر في الكذب يقول إن البحر قد يبس خوفا مني فصدقوه ويعني هذا الأمر قد يكون وإن كان مجرد قصة يعني ليس حديثا أو شيء ثابتا وإنما جاء في بعض كتب الأحاديث أن يعني لا يستبعد وجود أمثال هؤلاء يعني وهم في هذا المأزق وهم يعني يلاحقون موسى عليه السلام وجنوده ويرون الأرض والبحر وهو يتحول إلى يابسة بمعجزة من الله لا يقدر عليها أحد ولا فرعون ولا غير فرعون وإلا لماذا لم يفعل مثل هذه المعجزة من قبل لكنه لما قال لهم ذلك صدقوه فلما دخل فرعون في إثر قوم موسى طم عليهم البحر فأغرقهم وعندها قال فرعون لما وجد إن مزاعمه وكذبه وما يدعيه لم يعد هناك يعني عاقل يصدقه قال يعني وهو يرفع راية الاستسلام آمنت أي صدقت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أي على دينهم لكن لم ينفع ذلك فقد فات أوانها لو أنه قال الكلمة في وقتها لنفعته لكنه لم يقلها في أوانها لذلك القرآن الكريم يقول الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فالحديث الشريف الذي رواه أبو داود يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار وإنه لأمر عجيب حقا أن يتكبر ويستعلي هذا الإنسان الفاني الضعيف الذي تعتريه الأمراض والأسقام والفقر والجوع ويعجز يعني مش هول أحيانا لكن يعجز كثيرا عن مواجهة ميكروب أو فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة كما أنه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا فكيف يتكبر وكيف يدعي لنفسه ما ليس فيه يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال فهو سبحانه وتعالى المتعالي عما يقول المشركون المستعلي على كل شيء بقدرته وقهره وهو ذو الكبرياء الذي اتصف بالكمال وهو الكبير المتعالي يعني هو أكبر وأعلى من أن تكون له صاحبة وولد كما زعم النصارى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولو تأملنا الآية الله يعلم ما تحمل كل أنثى كلها أشياء لا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى القادر لذلك يعني ختمت الآية بهذين الإسمين الجليلين الكبير الذي لا يقدر على مثل هذه الأفعال إلا من كانت له هذه الصفة وهذه الصفة لا تكون إلا لله عز وجل الذي يعلم الغيب والشهادة وهو المتعالي أي الذي يعني يقهر كل خلقه ويستعلي عليهم جميعا بقدرته وقهره وهذه الصفة واجبة لله تعالى لأنها تدل على علو مكانته وعظمته وقدرته المطلقة لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بهذا الدعاء فيقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وهذا دعاء يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه بصورة دائمة فسبحانه وتعالى العلي الذي خضعت لعظمته كل الخلائق ولم يخرج عن سلطانه وحكمه أحد إلا قصمه فلله العزة والعظمة والعلو والكمال والمجد والآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تثبت صفة العلو والتعالي لله عز وجل كثيرة وهي في الوقت ذاته تنفي هذه الصفات عما سوى الله تعالى وتتوعد المستعلين والمستكبرين والمتجبرين بأشد أنواع العذاب لأن الاستعلاء والتكبر والغرور في الخلق من الصفات الذميمة التي يجب أن يتخلص منها الإنسان فعلى ما يتكبر وعلى ما يتفاخر ويتطامن ويمشي في الأرض زهوا وغرورا وهو كل ما يملك ملك لله تعالى فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال غرة من كبر وهذا حديث متفق عليه وقال أيضا من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إن أحد شقي إزاري لا يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه يعني الثوب بتاعه بيكون طويل ويمسكه بإيده فلما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يظهر لنا كيف أن الصحابة كانوا يعني يمتثلون أمر الله وأمر الرسول في كل حياتهم وعندما يوجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلق أو يسمعون توجيها نبويا كانوا لا يعني يصمطون أو لا يتغضون عنه وإنما هم يعلمون أنهم مقصودون بهذا الحديث أو عامة المسلمين مقصودون فكان الصحابة رغم ما وصل إليه من إيمان ومن صلاح ومن تقوى يخشى أن يكون ممن يعني يشملهم هذا الحديث حتى أن سيدنا عمر لما يروح يسأل حذيفة ويقول هل كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمي عندك مع المنافقين وهو من المبشرين بالجنة فكيف يكون حال العبد الضعيف وكيف يكون حال أمثلنا يعني مع ما نحن فيه من ضعف ومن يعني كسل وتراخن فلما قال أبو بكر ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيالاء يعني بينفي عن صاحبه وهو يعلم ما بقلبه وقد قال لو وزن إيمان الأمة بوضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر لرجحت كفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولذلك يعني أيضا احترام الصحابة ولا أقول تقديس لأن فكرة التقديس يعني أننا بنرفعهم إلى منزلة الأنبياء وننزههم عن الخطأ وعن مثل الأمور وكثيرا ما تحدثنا في هذا الأمر لكن إجلال هؤلاء واحترامهم واجب وأيضا النظر إلى يعني ما اجتهدوا وأخطأوا أو أصابوا بأنهم بشر في النهاية وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم وأن يعني الإنسان بيجاهد ما فيه من نزعات ويعني أشياء تستميله إلى هذا الأمر حب الرئاسة أو الدنيا أو شيء من هذا القبيل لكنهم خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعندما يخرج متخرص أو كاذب ويحاول أن يلسق بالصحابة الكرام ما ليس فيهم ويعني يخطئهم ويسفههم ويقلل من شأنهم فنحن نقول إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم قد يعني أثنى على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوه في ساعة العسرة وأصحابك النجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم فهم قدوة لنا وهم الذين نشروا الإسلام في ربوع الأرض ما اعترافنا بوجود أخطاء يعني شأنهم شأن الآخرين لكن الله سبحانه وتعالى عفى عنهم وتاب عليهم والذي يستفاد من هذا الحديث أن الكبر إنما يكون في القلب ويكون لدى صاحبه نية في إظهار هذا التكبر أما الإنسان المتواضع فمهما كان مظهره أنيقاً وجميلاً فهو بعيد عن الكبر والغرور يعني في بعض الناس بتخلط يعني بيلبس كويس بيشتري كذا بيأكل كذا مظهره فهذا يعني من نعم الله عز وجل يعني التي أنعم بها على الإنسان والله سبحانه وتعالى خلقنا متفاوتين في هذه الدنيا ويعني هذا ابتلاء من الله هذا يصبر وهذا يشكر وهذا يعطي وهذا يأخذ ويعني يحمد الله ويدعو لي من يعني كان سبباً في منح هذه العطية فجعلنا بعضكم لبعض فتنة كما يقول القرآن الكريم فالمظهر الحسن الأنيق الجميل ليس دليلاً على إن الإنسان يعني متكبر أو مغرور أو في صاحبي غرور ما دام قلبه مليئاً بالتواضع وبالرحمة ولذلك لما قال رجل من الصحابة أو قام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر وقد كان هذا الرجل يلبس الثياب الغالية والنعل النظيفة وكلنا نحفظ هذا الحديث أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكبر لم قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن تكون نعله نظيفة وثوبه نظيفاً فقال الكبر هو بطر الحق وغمط الناس وبطر الحق يعني الاستعلاء والتكبر عن قبول الحق يعني بتجادل أو بتتناقش وحجتك يعني بطلت وأصبح يعني ليس هناك أمام الخيار إلا أن يعني تقبل برأي خصمك لكنك تستعلي عن ذلك ولا ترضى يعني أن تقبل برأيه عناداً وظلماً فهذا هو بطر الحق وغمط الناس احتقارهم إن إنسان يعني يحتقر الناس ويستعلي عليهم وينظر إلى أن الناس جميعاً لا قيمة لهم في نظره فهذا هو الكبر الحقيقي أما نظافة الثوب والنعل والمظاهر الغنى والأبهة وغير ذلك في اقتصاد طبعاً يعني ليس الأمر أيضاً الإنسان سيحاسب كما جاء في الحديث الشريف لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع ومنها ماله فيما من أين اكتسبه وفيما أنفقه فهذه الأشياء هي من مظاهر الجمال والنظافة والله تعالى كما قيل أو جاء في الحديث إن الله جميل يحب الجمال وإذا كان لكل اسم من أسماء الله تعالى الحسنى كما مر بنا له معنى خاص الرحيم من الرحمة يعني تمام الرحمة الكاملة وهكذا فإن اسمه تعالى المتعالي يفرض على المسلم تنزيه الله تعالى عن كل نقص أو عجز وعن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد كل ما في السماوات والأرض ملكه وهو القادر والقاهر فوق عباده ليس له شريك في ملكه قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً وفي الآيات حجاج يقوم على المنطق والبراهين الدامغة للدلالة على وحدانيته وقيوميته فلو كان لله حاشى الله لو كان له شريك أو نظير أو ند لطلبوا سبيلاً للوصول إليه ليقهروا كما يفعل الملوك بعضهم ببعض وقد نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن الشريك فقال سبحانه أي تنزيهاً له وتعالى عما يقولون أي عما يقول الظالمون إن معه شريكاً علواً كبيراً أي بعيداً عما يقول الكفار فسبحان الله المتعالي العالي العلي الأعلى الكامل في العلو والعظمة المنتهي في الرفعة والكبرياء في ذاته المنزه عن النقائص وصفات الحوادث سبحانه وتعالى تنزه عن صفات خلقه واستحق وحده أن يتصف بهذه الصفة فهو القاهر فوق عباده وهو الذي تعالى عما نسبه إليه أهل الإلحاد من النظراء والأنداد والمتعالي عن اتخاذ الصاحبة والولد وحظ العبد من هذا لإسم الجليل أن يعظم العبد ربه وينزهه عن كل صفة لا تليق بجلاله وكماله وعلى قدر تعظيم الإنسان لربه ترتفع مكانته عنده وتعلو منزلته بين الناس فعليه أن يوقر ربه ويعظمه فهو سبحانه وتعالى المتعالي الذي يرفع من يشاء ويخفض من يشاء وتعظيم الرب يكون بالقول وبالفعل وبالسلوك فمن تعظيم الرب سبحانه وتعالى قبول حكمه الإنسان يقبل ما يأمر به ويطيع أوامره ويتبع رسله ويجتنب المعصية ويعرف صفاته معرفة صحيحة تجنباً للتشبيه والتعطيل وغير ذلك مما لا يليق به سبحانه وتعالى فالذي يعرف معنى هذا الاسم الجليل ويعيش في ضوئه وفي رحابه فهو يعظم الله سبحانه وتعالى ومن تعظيم العبد لربه أن يطيعه وأن يمتثل لأوامره وأن لا يعترض على قضائه وأن يرضى بكل قضائه كما قلنا يعني في مواقف أخرى وفي أسماء أخرى تحدثنا عنها من قبل فكما قلنا فإن الذي يعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وأوصافه العلا ويكثر من ذكره لهذه الأسماء خاصة هذا الاسم الجليل المتعالي يجد نفسه عاجزاً كل العجز عن الثناء على الله سبحانه وتعالى يعني مهما استهلكنا عمارنا وأوقاتنا في الثناء على الله سبحانه وتعالى وفي ذكره وتسبيحه فإن الإنسان دائما يشعر بأنه مقصر مهما بالغ في ذكر محامده وذكر نعمه سبحانه وتعالى على العبد فكما قالوا إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومن نعم الله عز وجل التي تستحق الشكر يعني كثيرة جدا نعمة الله سبحانه وتعالى أو نعمه لنا على الهداية وعلى الإرشاد وعلى التوفيق والرشاد وغير ذلك من النعم المدية وغير المدية التي لا تعد ولا تحصى لذلك كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من صختك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وهذا من الهامات يعني الهامات النبوية يعني الله سبحانه وتعالى يلهم نبيه مثل هذه المعاني لا تخطر على بال بشر فهو لا يستطيع أن يثني على ربه مهما يعني ذكره في يقظته وفي نومه لذلك كان يعني يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية وأن الله سبحانه وتعالى هو يعني خير من يثني على نفسه فالحمد لله رب العالمين فهذا الثناء هو منتهى ما يستطيع العبد أن يلهج به بالغا ما بلغ من المقامات القرب من الله سبحانه وتعالى فهذا الاسم الجليل المتعالي أي الذي تعالى عن الأنداد والأضاد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقد تعالى بجلاله وعظيم فضله وواسع رحمته عن الوجود كله وطبعا علوه الله سبحانه وتعالى منزه عن المكان والزمان يعني يعني لابد أن الإنسان يكون يعني حريصا في هذا الجانب وأن يلتزم ما قاله أو ما ذكره القرآن الكريم ويقف عنده وما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا يعني يخوض في جدل أو أشياء يعني من الأشياء التي فيها تشبيه أو تكسيل أو غير ذلك طبعا من أسماء الله تعالى قلنا العلي والمتعالي فمعنى العلي وقد يعني سبق بالشرح وتكلمنا عنه مستقلا هو الذي لا تدرك ذاته ولا يحيط الخلق سواء تفرق أو اجتمع بصفة من صفاته ولا يزيده تعظيم العباد علو إذ هو عال بذاته وصفاته يعني الله سبحانه وتعالى هو الغني عن خلقه جميع الخلق هم محتاجون إلى الله محتاجون إلى الله في مطعمهم في حياتهم بعد مماتهم فلا تقوم حياتهم إلا بالله عز وجل أما الله سبحانه وتعالى فلا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا والمتعالي هو العلي بذاته وصفاته وأفعاله عن سائر خلقه وهو المنزه عن إفك المفترين وغرور المغترين القاهر بجبروته كل من تحدثه نفسه أن ينازعه في صفة من صفاته أو يدعي لنفسه شيئا من المكان في هذا الوجود أنه اكتسبها بقدرته كما ذكرنا عن فرعون وكما هو حال قارون أيضا لما قال إنما أوتيته على علم عندي فقارون وفرعون وغيرهما من المتكبرين يعني ظنوا أنهم يستطيعون الاستغناء عن الله كان ابن الجوز له مقولة جميلة في هذا السياق عن فرعون يعني يقول وهو يفخر بنهر ما يعني ما أجراءه حيث يفخر بنهر ما أجراه يعني هذا النهر لم قال وهذه الأنهار تجري من تحتي فهو لم يجري هذا النهر بل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أجراه له لو تأمل ذلك الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى المتعالي يعني الذي يجب أن يتأمل العبد في هذه المعاني ويتواضع لعظمته ولقدرته ولا يتجاوز حدوده والحقيقة يعني كثيرا ما نتكلم عن التواضع وقد شرحنا يعني جانبا من ذلك في أمسيتنا الليلة مثل هذه الصفات التي يحبها الله سبحانه وتعالى في العبد تحتاج مننا إلى تدريب وإلى تمرين يعني إذا كان في الإنسان بعض الكبر فعندما يعلم أن الله سبحانه وتعالى يمقد ويكره هذه الصفة لا شك أنه يعني سيراجع نفسه ويتدرب على هذا الأمر أنا كنت أسمع أن الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كان بعض الناس يرونه وهو ينظف دورة المياه في بعض المساجد في يتعجب هذا يعني الشيخ الشعراوي رجل صالح نحسبه كذلك وأمثاله من علمائنا الذين خدموا الدعوة ودعوا إلى الله بالحسنة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأن يتغمدهم بواسع رحمته فهذا الرجل سأله لماذا تصنع ذلك فيعني أفضى إليه بسر يقول أنه وجد في نفسه في بعض الدروس شيء من الإعجاب أو شيء من الزهو ف يعني سعيد بأن ربنا سبحانه وتعالى ألهامه ذلك فأحب أن يؤدب نفسه بهذا العمل أنه يدخل إلى دورة المياه وطبعا دورة المياه يعني مكان النجاسات وعدم النظافة ويمسك بالماء والمنظفات ويقوم هو بدور العامل فالإنسان عندما يجد في نفسه شموخا أو كبرا أو يعني شيء من الأنفة أو شيء من هذا القبيل عليه أن يدرب نفسه بأي طريقة كانت يعني ليس بالضرورة أن تكون بهذه الصورة والإمام الكسائي وهو من هو يقول أنه كان يصلي بالرشيد الخليفة الهارون الرشيد فأعجبتني قراءتي يعني الإمام الكسائي أحد القراء العظام والنحاة والعلماء الكبار فيقول صليت بالرشيد فأعجبتني قراءتي فقرأت أو أخطأت في خطأ لا يخطئ فيه صبي صغير أردت أن أقول لعلهم يرشدون فقلت لعلهم يرشدين يعني أخطأ في يعني في شيء لا لا يتصور أن يقع من عالم نتيجة شعور بإعجاب وقتي في هذا الأمر فلما انتهى من الصلاة قال له الرشيد يعني لم يجرؤ أحد أن يرده لعلها قراءة يعني هو لم يطلع عليها لأنه أعلمهم جميعا فقال له هذه قراءة لا نعرفها يا كسائي قال بل هي كبوة يا أمير المؤمنين لكل جواد كبوة فقال أما ذلك أو أما هذا فذا يعني معنى ذلك أن الإنسان إن شعر بأنه يعني في إعجاب أو زهو أو شعور يخرج عن الطبيعي أو إنه لا يشكر الله سبحانه وتعالى فعليه أن يؤدب نفسه بالطرق التي تردها إلى هذا الأمر يعني يحتاج الإنسان منه إلى سياسة النفس وتربيتها وتأديبها وتهديبها حتى يكون الإنسان يعني صاحب أدب مع الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال لأن هذا هو الطريق الآمن الذي يصلنا إلى مرضات الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى كما قلنا غني عننا وعن عبادتنا لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا فلذلك على الإنسان أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى بالقول وفي سلوكه بقبول بقبول أقداره ورضاه عن كل ما يأتيه من الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرزقنا عزا لا ذل بعده وغنا لا فقر معه وأنسا لا كذر فيه وأمنا لا خوف بعده وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يحشرنا يوم نلقاه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقا إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نسألك بحب أسمائك إليك يا كبير يا متعال يا ذا الجلال والإكرام أن ترفع منزلتنا وتعلي مكانتنا وذكرنا وأن تملأ قلوبنا بحبك وتوقيرك وتقديسك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اللهم هدنا بحلالك بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزوهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير اللهم عالم الخفيات رفيع الدرجات ذا العرش تلق الروح من أمرك على من تشاء من عبادك غافر الذنب وقابل التوب شديدا العقاب ذا الطول لا إله إلا أنت إليك المصير اغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وثبتنا وثق الموازيننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله سعد الله وزاكم دكتور رجيه ما شاء الله تبارك الله أمسيا قوي جدا كالعادة واسم من أسماع الله الحسنة بارك الله فيك وجزاك الله عننا خيرا لم تدع لنا مجالا لنضيف إلى هذه الأمسياسيين إلا أن نقول بارك الله فيك جزاك الله خيرا وكتب الله أجرك حقيقة أنت كل يوم خميس كيلة جمعة تذري منتدانا بهذه الأمسيات النادرة دعالها الله لك في الميزان ولن يحرمك الله إن شاء الله والأجر بارك الله فيك جزاك الله خيرا حقيقة لم أجد شيء أن أعظيفه الليلة إلا أن أشكرك وأدعو لك أن الله يطل في عمرك على طاعده ويكتب لك إن شاء الله على الأجر والثواء بارك الله فيك جزاك الله خيرا أخي الحبيب والغالي معالي الدكتور محمد الشريف ويربنا يبارك فيك الأخت الكريمة الأستاذة شاهة على جهدها العظيمة في توثيق الأمسيات الخاصة بأسماء الله الحسنة أخ الدكتور مجدي والأستاذ محمد وكل الإخوة والنخبة الطيبين أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجه الكريم اللهم آمين اللهم آمين